أشار الرئيس السيسي إلى أن المباحثات مع رئيس كرواتي تترقت إلى التقدم الملحوظ الذي أحرزته مصر في مجال إنتاج الطاقة وموردها ونوه الرئيس السيسي إلى أنه تم بحث سبل التعاون بين البلدين في مجال الطاقة وتشجيع الشركات الكرواتية على العمل والاستثمار في مصر في هذا المجال وتم كذلك خلال اللقاء مع فقامة الرئيس التنويه إلى التقدم الملحوظ الذي أحرزته مصر في مجال إنتاج الطاقة ومواردها سواء كان ذلك من خلال اكتشافات الغاز بمنطقة شرق المتوسط وإنشاء منظمة منتدى غاز شرق المتوسط ومقروها في مصر أو سعيها الجاد حاليا لتوتين صناعة الهيدروجين الأخضر والنهود بقطاع الطاقة المتجددة مثل محطات الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان وكذا نشاطها في مجال طاقة الرياح وإنشاء محطات عملاقة ببعض المناطق ومن بينها منطقة جبل الزيد كما تم بحث سبل التعاون بين البلدين في مجال الطاقة وتشجيع الشركات الكرواتية على العمل والاستثمار في مصر في هذا المجال